في فيديو اليوم رح نتعرف على الفرق ما بين كلمتين ليهما ميراكتماك وميراكلانماك رح نتعرف أيضا حتى على كلمة ميراكلاندرماك يعني حتى نشوف الفرق بينهم إذن تابعوا مع الفيديو للأخير حتى نتعرف على هذه الكلمات ميرا باركداشلار نص الصنص ومرمئي سنسدير قبل ما نبدأوا في الدرس ما تنسوش أنكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس هكذا حتى توصلكم إشعارات الفيديوهات الجديدة وضغطوا على زر الإعجاب إذن نبدأوا أولا مع ميراكتماك أصل الكلمة هو ميراك اللي هو الفضول أو التساؤل لما زيد لها الفعل المساعد أتمك تصبح عندي فعل مركب ميراكتماك اللي هو الفضول أو التساؤل أما بالنسبة لي ميراكلانماك اللي هو فعل لازم يستخدم للتعبير عن القلق أيضا طيب نعطيكم ما هو الفعل اللازم وما هو الفعل المتعدى هكذا حتى ما تقولوش كيف رأيت تتكلم منها بالقواعد الفعل اللازم هو يعني فعل يحتاج إلى فاعل ولا يحتاج إلى مفعول به مثلا نقولك جاءت أمي ما نحتاج إلى مفعول به لكن الفعل المتعدى هنا يحتاج إلى فاعل ومفعول به اللي يوقع عليه يعني اللي يوقع عليه الفعل مثلا نقولك أريت من دارسي أنلتيو يعني ني أنلتيو دارسي أنلتيو تمام هذا هو الفرق ما بين الفعل اللازم والفعل المتعدى فقلنا هي عندهم نفس الترجمة ميراكلانماك فقط نعرفو كل واحدة فيهم متى نستخدمها كان بعض الحالات اللي نقدرو نستخدمها دايما وهذه ما نتبوهاش قواعيديا لأنه يعني هذا شيء مكتسب لهذا دايما نركز لكم على الاستماع والقراءة اللي يساعدكم حتى تكتسبوا هذ النوع من الكلمات فمثلا نقولك يعني قلقت عليك ما نقدرش نقول سيني ميراكلاندم تمام فمثلا في ميراكلاندم نقدر نقول بمعنى تقلقت عليك عندما لم أحصل على خبر منك تمام هنا بالنسبة لك ميراكلان مك هو أيضا أصل الكلمة ميراك يعني حولناها من صفة اللي هي الفضول إلى فعل وكنا شفونا هذا اللاحقة اللي هي لان أو لان يعني تغير على حسب التوافق الصوتي ثنائي راح نخلي لكم الرابط الخاص فيها أسفل في صندوق الوصف يعني راح تلقاه كامل التفاصيل فنعود ونرجعو لمثال آخر من ميراكة مك مثلا نقول لك بو داوران ننصنجو ميراكي ديورم بو داوران ننصنجو ميراكي ديورم يعني أشعر بالفضول بشأن نتيجة هذا السلوك يعني احنا نعرفو داوران ماك هو المعاملة أو التعامل مثلا نقول لك بني بولي داوران ما يعني ما تعاملنيش بهذا الشكل تمام نرجعو لميراك لان درماك هو أني أجعل شخص يقلق يعني أنا أخليه يشعر بالقلق فمثلا نقول لك بمعنى ما تجيش متأخر للبيت وتخلي أمي تتقلق يعني أنت تخليها تتقلق تمام مثلا نقول لك سيني ميراك لان درماك استمدم سيني ميراك لان درماك استمدم يعني ما كنت بغيان خليك تتقلق أو لم أكن أريد أن أجعلك تتحير إذن كان هذا هو الفيديو كامل شوفوا هذا النوع من الكلمات هو يكتسب لأنه ما نقدروش نشرحوه قواعديا حاولت قدر المستطاع أني يعني نعطيكم الأشياء يعني بشكل قواعدي نشرح بشكل قواعدي لكن يعني بالنسبة لي هذا غير ممكن ما قدرتش أني نشرح بشكل كامل يعني بالنسبة 100% يكون واضح فأنتمنى أني قدرت نوصل لكم الفكرة حاولوا أنكم ربما من الأمثلة يعني فهمتوا الموضوع وفهمتوا الفرق فأنتمنى أنكم يعني تركزوا على الاستماع والقراءة هذا الشيء رح يساعدكم بزاف هذا النوع من الكلمات وهذا الفيديو أتى بطلب من من متابعة على الانستغرام فحبيت أني نشرح هذا الشيء والآن مقالية غير قولكم إلى اللقاء إلى فيديو آخر ترجمة نانسي قنقر